كمية الفوائد الموجودة داخل ليب مطبعية صراحة شوف أنا شوف أنها تظاهرة تقنية من الطرز الأول صراحة وفقت الجهات التنظيمية التي تعمل عليها بشكل رائع يمكن حصل لي فرصة أن أشوفها اليوم في فترة الإعداد والقاعدة لاحظ أن المساحات كلها مستغلة لا يوجد أماكن فاضية يعني الكل متحفز لتقديم أفضل ما عنده يعني كان في سباق مطبيعي بين شركات والقطاعات والمؤسسات والكل جلس يحاول يبرز أفضل ما عنده كتظاهرة تقنية صراحة من الطرز الأول في المنطقة وإن شاء الله تكون على مستوى العالم بحيث أنها تعرض يعني تكون ملتقى للمختصين في التقنيات والذكاء الصناعي وفي الجوانب الرقمية مثل ما تفضلت أنت تقول في المتحدثين كذلك حتى في جميع أنواع الشركات وفي الشركات كثيرة ممكن ما سمعنا عنها بنشوفها على الأرض الواقع في الجناح وفي تحفز لإعلانات وإطلاقات يعني صراحة شيء مشجع جدا والنمو اللي حققه لي بصراحة من أول بداياته إلى الآن وهو نسخة الثالثة صح؟ نسخة الثالثة يعني الناس اللي راحوا العام أو اللي قبلها بيلاحظون في فرق كبير جدا والمساحة كان لها دور في فتح المجال لشركات كثيرة طيب في أرقام صراحة مهولة لازم نعرفها عدد الجهات اللي موجودة تفتعرض داخل المؤتمر تقع كم جهة؟ كم؟ 1800 جهة لو كل يوم بتحاول تشوف 400 400 في 400 800 والله ما فيه 450 لازم 450 إذا كل يوم بتشوف 450 جهة بتقفل المؤتمر تشوف ترى القائمين على لي بصراحة منظمين بشكل صحيح يعني صح أنك تفتعل الخريطة وتحاول أعتقد فيهم تطبيق خاص ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة